زوجة شابة رزقها الله قلباً مؤمناً خاشعة اعتادت ألا تفوت صلاة الفجر لسنوات طويلة وذلك منذ طفولتها حيث كان والدها يوقضها لتصلي الفجر مع أمها وأختها في البيت ويذهب هو وشقيقها إلى المسجد وذات مساء وبعد أن صلت صلاة العشاء ذهبت إلى بيت أختها القريب منها لتساعدها بعد أن وضعت مولودها الأول ثم عادت مع زوجها بعد منتصف الليل مرهقة فنامت وفاتتها صلاة الفجر رغماً عنها وعندما استيقظت وعلمت أنها لم تصلي الفجر اعتصرها الهم وشعرت بحرقة ألم وكأن بين جوانبها ناراً تسري حسرةً على فوات هذه الشعيرة العظيمة فقررت معاقبة نفسها بأن تظل يومها بأكمله تصلي وتستغفر حتى تشعر بالطبأنينة والسكينة التي فقدتها لأول مرة منذ أن كانت طفلة وعندما اعتادت على صلاة الفجر ذهب زوجها إلى العمل ورأها عاكفة في مصلاها وبعد عودته كانت لا تزال في مكانها تبكي وتتضرع نمى الزوج قيلولته وبعد استيقاظه كانت زوجته في مكانها أيضاً وجلة ومنكسرةً لربها ثم ذهب الزوج لصلاة المغرب وبعد الصلاة انطلق مباشرةً إليها فوجدها في مكانها تدعو الله بدموعها فأخذ يقبل رأسها ويضمها وهو يبكي بدموع عينيه ويقول لها والله لن أعود إليها والله لن أعود إليها كان زوجها قد خطب فتاة أخرى دون علمها وفي ذلك اليوم كان ينوي عقد قرانه بها وحين رأى حرقة زوجته التي لم يدر ما سببها ظن أنها قد علمت في الأمر وتتحسر على قرب زواجه عليها فرق قلبه وحلف أن لا يتزوج عليها أبداً لقد جعلت هذه الزوجة الصالحة همها في إرضاء ربها فأرضاها الله في زوجها وكما جاء في الحديث الصحيح من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون موسيقى ترجمة نانسي قنقر